اهلا بحضراتكم في هذه التخطير يبدو ان الدولار سيكون بطل المشهد الاقتصادي العالمي الفترة القادمة وذلك مع الصعود الكبير الذي تسجله العملة الامريكية امام كافة العملات قصة العملات الرئيسية مثل اليورو الاوروبي واليين الياباني وارجع محللون قفزة الدولار الى استمرار رفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة الى مستويات تقترب من 3% الامر الذي يزيد من قوة الدولار كما ان بيانات امريكية اظهرت قوة سوق العمل الامريكي وانخفاض طلبات الاعامة ووصل مؤشر الدولار لاعلى مستوى في 20 عام في تدولات الخميس 1 ستمبر 2022 كما وصل الى زروة 24 عام امام اليين الياباني الاساس لتحرقات اسعار الفائدة وزادت قوة الدولار بعد ان اظهر تقرير حكومي ان عدد الامريكيين الذين قدموا طلبات للحصول على اعانة البطالة تراجع اكثر في الاسبوع الماضي بما يتصق مع الطلب القوي على العمالة كما كشفت بيانات امريكية ان الاقتصاد قوي وصامد بما منح المركزي الامريكي مساحة اكبر لرفع حاد لاسعار الفائدة لكبح التدخم الجامح كما اظهر التقرير ان عمليات تسريح العمالة قلت في اغسطس رغم رفع حاد لاسعار الفائدة الذي يزيد من خطر الركود وفق وكالة رويترز وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل سلة من 6 عملات الى 109.81 وهو اعلى مستوى منذ يونيو 2002 يعني قبل 20 عام وقبل نهاية تدولات هذا الاسبوع الامر الذي يضغط على كافة العملات امام الدولار الامريكي وتراجع اليورو بنسبة 1.24 من 100% امام الدولار وهبط الى ما دون مستوى التكافؤ مع الدولار الى فصل 99 من 100% دولار بينما وصل الجنيه الاسترليني الى مستوى منخفض جديد في عامين ونصف مسجلا 1.152 من 1000 دولار وبلغت نسبة الهبوط في احدث تدولات نحو فصل 86 من 100% وتلقى الدولار الذي يعد ملازا امنا دعما ايضا من العزوف عن اصول المخاطرة خلينا اقول حضراتكم كمان ان الياباني هبط الى مقابل الدولار في اقل مستوى له منذ عام 1998 يعني من حوالي 24 سنة وارتفع الدولار في احدث تدولات بنسبة 0.71 من 100% كما شهد الدولار الاسترالي والنيوزيلاندي الحساسين المخاطر عمليات بيع في اطار الميل للاصول التي تعتبر ملازات امنا ووصل الى ادنى مستوياتهما منذ يوليو من عام 2022 وبلغ التدخم في اليابان بنسبة 2.4% على اساس سنوي دي كل التفاصيل القاصة بصراع العملات حول العالم الدولار الامريكي واليين الياباني واليورو الاوروبي اشكركم على حسن المتابعة والى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابع